موسيقى بس كمان زعل مال الشام ولا غضب رب العالمين اك حرام حرام البنت انكشف علي مو حلال ولمصيب الالعان لا عد تحسن تشوفها بنت اخي ولا عد تحسن تعمل لانها غريبة دخيلك يا ربي دخيلك شيني من المصيب اللي انا فيها موسيقى يا ام جابر انا ما قلتلك انه عمها مو رضياني جوزها للبنت لك ليش انت بتحبي تعيدي وتفتقي بالسيرة طيب انت خليني قابل عمه واحكي معه من راسي لراسه مو بس ليرجع من حلب يا بنت الناس ليش هو بحلب ايه نعم بحلب ايه وشو عم يساوي بحلب التاني اخي التجارة هنيك معناتها بعتولو مرسال لحلب حاكم يا اختي ما بيجوز من الله تخلو البنت بدون جواز ما بيجوز بعدين اهل المعرفة والعلم بيقولو انو اللي عندو صبية وخرج جواز وما بيقبل يجوزها كل يوم بيندبح على باب بيته خنزير والعيازه بالله يو فضايل الله والرسول على الكلام اللي عم تقولي يا ام جابر شو هالحكيه لكان لكان يا ام حسان متل ما عم قللك ما بيجوز بنت متل فلقة الامر تضل بدون جواز والله انا معك يا ام جابر ومتمني انو نجوزها هيك بتريح راسها وراسنا من هالسيرة بس كمان يعني انا انا مو بييدي الموضوع من راسه لأساسه بييد عمه وعمها مو رضياني نجوزها ليش ما بحرف طيب خليني اجتمع معه حتى لو اجتمعتي معه ما رح يقبل طيب انتي شو خسراني خليني قابله وحكي معه وتركي الباقي على الله وعليه لا اله الا الله محمد رسول الله بس عمها بحلب يا ام جابر يوم ابعتوله خبار بعد اذنك خالتي بدي احكيك المتين مع خالتي ام جابر ما شاء الله على هالآمي اللهم صلي عن نبي ايه خالتي شي بدك تقلينا انا موفق جواز جابر يوم شو الحكي اللي عم تقولي شو جنيتي انتي لك منتي جنيتي متل ما اصناعتي خالتي انا موفق جواز جابر من بعد اذنك بس يا مالي الشام مو هيك القصة يعني انا شبكي محسان شبكي هاي البنت موافقة ومتمانية ليش عم تقطعوا بنصيبة شبكي مالي الشام خالتي اسماعي لقلك اغطمني يا ام جابر ان شاء الله ما بيصير لك الخير بس يعني من بعد اذني انا ما بدي اياكي تفتح يا سيرة مرة تانية قدام البنت وانا براسي بيجي لعندي بس يصير معي خبر يطعمك حجي استعجلي لها السيرة يا الله يخلي على رأسي بتقني ميلا خاطري بالمهلي الله مايك مع السلامة بأمان ذاك مالي الشام يا مالي الشام عام خالتي شون عام خالتي انتي كيف بتقولي للمخلوقة انه انتي رضيانة الجوازي ابنة اه ما بتعرفي عمك مو موافقة على هالشي شغل تقلي لها الحكي اه شلون بس انا موافقة اذا وافق عمي او ما وافق بس ما بيصير عالشي قبل موافقت عمك ما بيصير يا مالي الشام ما بيصير لكن اللي سواق عمي حمزة فيني بيصير ما عليش كل شيء لو شيء بعدين انتي مو قلتي لي بعضمة لسانك ما بتنجوازي الا بريضات عميك لما كان عمي يسأل عني لما كان عمي يحبني ويدير باله علي مو هلا ومين اللي يقلع جر هذا الكلام والله هو بيحبك وبيريدك وعنده ياكي بالدنيا يا ريتي يا خالتي عمي حمزة كتير تغير صار واحد تاني وانا بصراحة ما تفيني ضل نيه ما تبدي ضلني عالي على قلبك وقلب عمو ابو حسان شو هلا حكي اللي عبتوا لي يا مهل الشاب شو هلا حكي اللي عبتوا لي روح روح الله يسافر الله يسافر يا والله والله انا وعمك ابو حسان عنا ياكي بالدنيا كله ياه متعلقين فيك ومتمسكين فيك مليتي علينا الدنيا كله وما ممكن نتدايق منك يا بنتي والله ما ممكن كتا خيركم انتوا والله معصرتوا بس بنهاية البنتي اللي ما الاحدها احسن شي تنسيت البيت زوجها خالتي مو؟ بريض اي عليك يا امال الشاب لا تكبر السيرة اكتر من اللازم لك بنتي انا ما عم كبر السيرة خالتي بس عم يتغير وصار واحد تاني وببلد تاني الله عم طولك يا روح لك من امتى عمي كان يبهدني ويرفع صوته علي من امتى خالتي حكيلي لك بنتي عمك تنازق منك لما شافك كاشفي عن شعرك وكاحلك وكام يفتكر انو عمك ابو حسان بالبيت هاي هي كله لصة بعدين من حقه يخاف عليكي ما هيك عط بيتي سورته بوجي خالتي الله يخليكي لاط بيتي سورته عمي حمزة تغير وانتي شايفة انو تغير لانو تغير كتير فاحسن شي اني انا اتزوج احسن شي إلي وإليك ولا إلغة بترجاكي خالتي فهمينة بترجاكي بترجاكي تفضل علينا قلنا يوفقه ويحميله شبابه شبنا يا مو؟ هلأ صرنا عم ندعينه بعد ما دوقنا الويل؟ انا حاسة فيشي من عراه الحدي وبصراحة اكتر انا مالي مطمي ولا بتطمي للفرنساوية كل حياتي يا مو صارحة الغري بتعلق بأشي يا رب تخيلك ما يشوفشو آخرتك يا خالتي ليش تأخرت علي صرت باعدت لك اخبار ثلاثة اربع مرات وانو انا بدي ايات لأمر ضروري وظنت يا خالتي خير شو في خالتي؟ مال الشام يا خالتي مال الشام فاهميني شباب مال الشام خالتي؟ بيني وبينك خلت جارتنا ام جابر قاعدة عنا دخلت وقالت له انا موافق تجوز ابنك شوها؟ مال الشام تعمل هيك عملي؟ لك شوها الحقيقات؟ اي نعم وام جابر هي سمعت هذا الكلام من تمها قام طار اعلى وصار بدا تشوفك وتحتي معك ولك شلوم مال الشام بتعمل هيك عملي من شورها؟ شلوم بتوافق من دوم ما ترجع لي؟ والله الظاهر البنت مأهورة منك كتير وما انا عرفاني شو عم تعمل ولا شو عم تساوي وخاص ناص بعد ما قابلت المرة الماضية بوشك اللي كله عبوس وجفى ما بيصير باي حال من احوال مال الشام تكسر كلمتي ويني انا عديلة؟ امرك مال الشام يا مال الشام امرك مال الشام امرك مال الشام دعي لهولا شوف عربي انت شلوم بتقولي لخالتك مشابه انك موافعة تشوزي ابنه من دوم ما ترجعيلي؟ ليش؟ مين جنابك؟ مين جنابي؟ ولكن عمك اللي كبّرك ورباكي يا ابنت؟ كنت عمي هلا انت حتى غريب انا ما بعرفه اي بلا الحك الفاضي بلاه وصيرة جواز بتشيليها من بالك نهائياً جنابك جاية تأمرني وانتي صلك تاركني شهور واسابيع لحالي مكسورة؟ شو ما كان يكون؟ ما بصيرك بنتي بيعمر جوازك هيك لحالك ومن شهورك ومن راسك؟ لا بيصير وانا قررت اتجواز وانستر لان حضرتك مسائل عني عمت عنديني يا بنيت؟ هذا القرار قراري وانا ما رح اتراجع عنه تحت اي ظرفهم وظروف ولاك انا ما حدا بيكسر لي كلمة ولاي ما حق؟ هنت تضربني؟ كتن حرك بضربك وبيكسر رأسك كمان انا ما حدا بيكسر لي كلمة ما حدا بيكسر لي كلمة طويل بارك ومشان الله طويل بارك ورحمة الغواني تحت تراب اذا سيرت جوازي بتجي عسانك مرة تانية مرة تانية لعم جابر او لغير المجابر بعمرك ومحسب الله مع خلقت خلقت اللي بتو يكسر لي كلمة لسه عمه مع خلقته عمت تفهمين؟ يا خالتي ما بسر ابتبئي ببيت خالتك ام حسان لعد انا قررنا شو عستك يا خالتي ما بسر تضرب البنت وما بسر تعيب عليك خالتي يا خالة يا خالة يا حمزي مشان الله واحد حاكيني لنحاكيني واحد الله لا اله لله محمد رسول الله شو بده كان يحكي خالتي؟ شو بده كان يحكي بعد الكلام اللي قالت والبنت؟ شو ما صار لك خالتي؟ ما لازم تضرب البنت؟ لانه انت بتعرف مال الشام حنونة ولطيفة ومو اصدا تكسر كلامك بس يعني هي صار هذا الكلام لحتى تخلص من الدواء خلي هي فيها خالتي غبت والله حضرت ما بصير البنت تعمل هيك عملة من رأسها ما بصير لك يا خالتي كلياتنا بنعرف وانت بتعرف انه البنت قديش بتعزك وبتريدك بس يعني عملت هالشي كلياته كله من ورق رائك عنا وطلعت بيضطرني بس لانه زعلاني لانك بعضت عنا ليش شايفتيني كتير مبسوط اني مديت ايدي عليها خالتي يا علي الحلال انا بخاف على مال الشام من نسمة الحوى بعمري بحياتي ما حاكيتها كلمة زايحة بس هي اللي جبرتني هي اللي جبرتني شو ساوي غسبن عني خالتي غسبن عني غسبن عني الله يرضى عليك تفوت لعندها هيك وتساهرة وتلاطفة وتقلها كلمتين حلوين قبل ما ترو حاسبي الله وانا ام الوكيل حاسبي الله وانا ام الوكيل برحمة عباس وأم عباس الطاواني وتفوت تقلها كلمتين حلوين انت بتعرف مال الشام قديشة لطيفة وظريفة وحبابة بعدين مكسودة الجناح لك ابني الله يرضى عليك ما لغيرك ومانا غيرها يلا خالتي رو صالحة لا إله حال الله لا إله حال الله لا إله حال الله يلا تقدرني ماذا يغيرا تذكر نحن تكبر على أخرج سأرى إنني ايجاد من تحادل مني اس spot ثاني جارك المرة الماضية belki boy سيأتو من الجوبر سأتت員 لان لا تعلم puck لا يعرفوا بس متل ما بتعرفوا ما بقدر اترك محمد لحاله قولي على طولي من غير شي الدنيا ديقانة عليه وخايف يصر لشي العصمح الله ومين قالي محمد رح يضل حاله يو محمد أخونا بيجي معك هوي كمان ما بحسن فارق البيت بهالفترة لأنه لسه عم يجيني مع الزين ومو حلوي يجوني وما يلاقوني محيات عيونكو هالحلوين مجرد ما خفت جيت الناس لعندي لأجي وزور عنكن كم يوم ها؟ إجا محمد أهلين تقبرني شوف مين في عنا السلام عليكم وعليكم السلام أهلين أخي محمد العمر إلك أخي محمد والبركة فيك وبخالتي أم صادر السلام عليك أختي الله يعود روح لجنة تسلمني اختصار نعرف انه مصابك كبير بس هذا اللي كاتبه رب العالمين والاعتراض على حكمه لا إله هم الله محمد رسول الله تقبروني ماتوا أخذوا ومصابه كبير لا إله يعني يا جماعة أنا بس بدي أفهم من وين الجرايب بتجيبها الأخبار هاي أكيد فيه حدا من بين الفرنسيين هو اللي عم بوصل المعلومات للمتمردين لأنه مو معقول اللي عم بصير والله يا جماعة تعبنا يعني تعبنا من القتل والإقتار والله الحق معك يا جميلة خانوم بدنا نعيش كم يوم حلوين بقى انتوا هيك بتفكروا روحوا شوفوا بنات الجامعة عشلون عم بيحكوا في كتير عالم بها البلد ما بيهنالو نعيش اللي يطلع الفرنسي مننو يا جماعة خلاص حاجتنا هالسيرة هاتوا يا صبايا سمعوني هيك شي غنية حلوية على زوجكم موسيقى 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 جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألمس رتو يلمق حكيتو شيء لا والله حكيتو شيء لا والله زعتو شيء لا والله وانا لعندو رايحة 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 وع الصالحي الصالحة وياجبني طريق يا مالحة وع الصالحي الصالحة وياجبني طريق يا مالحة جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألمس رتو يلمق حكيتو شيء لا والله زعتو شيء لا والله حكيتو شيء لا والله زعتو شيء لا والله وانا لعنده رايحة 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 رايحة